المقتب نازم أسأل بيوف الأعزاء عندها توقع أستاذ إيهاب ممكن تهبط السنة دي خلاص الصدارة حسمت للزمالك دوري المركز الثاني والثاني ما بين فيرامد زوي النادي الأهلي الرابع والخامس ما بين طراء الجيش وفيوتشار ولكن مركز اللبوط هي الحسم دلوقتي في الدورة وهي اللي عليها العين دلوقتي هي السخنة طبعا خلاص المقصة بفضل اتنين مفروض ينزلوا احنا عندنا دلوقتي في الجونة تلاتين نقطة عندنا تلاتين نقطة المقاولين اتنين وتلاتين المحل اربعة وتلاتين انبي خمسة وتلاتين من الخمسة دول في اتنين هينزلوا فضل المباراتين لكل فريق كلهم مرشحين للاجتمرار وكلهم مرشحين للهبوء دي بقى على حسب الحالة بتاعتهم حراك شايف مين العارب على دوق ما سبق من مباريات على مستويات الفرق دي هو طبعا المحلة ممكن يقض انبي ممكن يقض لهم ابعد شوية محل 34 وانبي 35 هم مهددين بس هم لو كسبوا مباراة او تعادلوا مباراة فرطتهم قوية جدا في الاستمرار المقاولين لازم يكسب ماتشاته الجاية وماتشاته صعبة مش سهلة اه الجونة لقوا مباراة حيلعبها اه مع بيراميس وبراميس ما افتكرش انه هيفرق في النقاط المباراة بتاعته اه لانه بيراميس عايز يأكد اه حصوله على المركز التاني لان الاهل بينافذ بعد فوضه النهاردة صح مسألة صعبة جدا المركز الشرفي المركز الشرفي مهم جدا لبراميس طيب سهل راميس قبل لمحتي معايز سألك على تعيين محمد غرابا مديرا لمنتخب مصر كواليسه ورأيك في هذا التعيين طبعا هو كان الفترة اللي فاتي كان تم الاتفاق كان فيه اكتر من عنصة مرشح لعذا المنصب كان حسام الزنات الموجود في الصورة ولكن جيت ترشحات معظم أعضاء اتحاد الكورة ومجلس اتحاد الكورة مع غرابة وتم الاتفاق بشكل رسمي من فترة طويلة ولكن فيتوريا اللي أجل القرار إعلان القرار يعني فيتوريا الفترة اللي فاتي دي قاعد مع دكتور محمد أبو العلا أكتر من جلسة قبل يعني عاوز يشوفه خطته إيه بيشتغل إزاي وراجل قال لهم قبل كده إن أنا مش هي مفيش حد يتواجد في الجهاز الفني أو الجهاز الإجاد أو الجهاز الطبي اللي أمقعد معه وشوفه وبالتالي تم الاتفاق مع غرابة من فترة طويلة وبعد الجلسة مع يعني مع التشاورات مع مجلس اتحاد الكورة مع غرابة خلاص تم الاتفاق بشكل رسمي وتم الإعلان بشكل رسمي اللي يكون متواجد خلال الفترة المجبلة وأعتقد أنه هو اسم جبير وتمنى التوفيق خلال الفترة